بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة أخرى من برنامج حقيقة الأمراض حقيقة الأمراض أسباب الأمراض إلى خيره أو التعامل الكفائي تعامل الناس مع هذه الأمراض فلازلنا نؤكد لازلنا نؤكد بالنسبة للذين ينتظرون حل سحري أو علاجات عبر هذه الأشياء فلا ينتظرون لأنهم سينتظرون طويلا فيجب أن يتعلم الناس كيف يتعاملون مع هذه الأمراض لأن هذه الأمراض مناعية ذاتية والأمراض المناعية ليس لها علاج يتعامل معها الأطباء بالكورتيكويدات بعض الحالة يتعاملون معها بالعلاج الكيميويترابي ولكن ليس هناك علاجات فيجب على الناس أن يتعلموا هذه الأشياء وأن لا ينتظروا عشبة سحرية أو خلطة سحرية أو أشياء هكذا وإلا سيكذب عليهم الناس أتكلم في هذه الحلقة عن مرض بهجة هو عليه ساندروم هي متلازمة بهجة نسميه ساندروم يمكن أن تكلموا على ساندروم هذا معنى على أنه الطب يتعامل معه بحلول جانبية بحلول ليست علاجية وكل هذه المتلازمات هي معلومة على أنه ليس لها علاج يعني الساندروم ليس له علاج فمرض بهجة هذا المرض بهجة كان غير معروف في الدول الأوروبية ودول الأمريكية لأنه لا يصيب هذه الدول لأن هذا المرض ظهر في آسيا الشرقية يعني الآسيا الشرقية يعني من اليابان كوريا إيران يعني تركيا إلى الآن وصل إلى المغرب الكبير مع الأسف الشديد كان دول الشرق الأوسط هذه يعني تصاب بمرض بهجة وكان لا تشخيصه وكان يستعصيع الأطباء لماذا؟ لأنه مرض غير معروف وكلية الطب في أوروبا وفي أمريكا هي التي تخرج منها الناس وكانوا لا يعرفون هذه المتلازمة بيسات هذه العليل يا بيسات واسم تركي هذه والغريب أن كان أطباء يعني يعرفون جيدا هذا العرض يعني هذا المرض بهجة وهما الأطباء التي تخرجوا من كلية الطب في ذاكار يعني في سينيغال يعني شيء غريب لأننا لاحظت أن كثير من هذه الأطباء هذين يعرفون هذا المرض ويعرفونه جيدا ففي أوروبا مثلا بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا كانوا مغاربة يعيشون أعرف كثير منهم في بريكسل وفي باريس كم في أمستردام كانوا مغاربة كثير يعيشون في هذه الدول كانوا مصابين بمرض بهجة ولكن لم يعرف الأطباء هذا المرض إلا مؤخرا إلا مؤخرا يعني هذو ناس متقدمين في الأعمار عندهم 70 و80 سنة فهذا المرض يظهر بتقرحات في الفام مؤلمة تقرحات مؤلمة وهذا المرض يصنف من الأمراض الالتهابية في الشرايين وفي المسالك الدموية هو هذا الالتهابات على مستوى الشعيرات الدموية ومسالك الدموية ومرض يعني يظهر ببعض الأعراض منها يعني تقرح على مستوى الفام أو بعض التقرحات على مستوى الأعضاء التناسلية خصوص عند النساء وكذلك على العين كانوا حد ضباب وحمرار يعني تآكل في العين ويعني ليس دائم يعني يندطر يعني ويعود يعني ما يكون هذه الأعراض على الأقل فالشخص يجب أن يذكر الطبيب خصوص في الدول الأوروبية لأن الأطباء لا يذهبون إلى يعني لا يشكون في هذا المرض على الأقل يذكر طبيب بأن هناك مرض يسمه بهجة يعني يعني شو كده شك فيه في التحليلات الدام والمشائل هذه الآن ممكن يشخصه هذا المرض هذا مرض بهجة وهو مرض بيسات مرض بهجة مع الأسف الشديد عنده يعني نعكاسات خطيرة وعنده اثنين فقط ليس خمسة إما أن يصيب يعني يعني الساق والفاخد يعني الأعضاء هذا السفلية فانتفاخ في ليبيت في ليبيت على مستوى هذا الأعضاء على مستوى الرجل والفاخد وكذلك المفاصيل يعني هذه الجوينت أو قد يصيب التهاب السحية الميناجي تيديس قد يصيب هذه الميناجي تيديس للشخص يمشي كومة يمشي يعني استعجالات لحالات الآن يعني لازالت يعني مغمى عليها يعني لمدة سنوات ولازال مغمى عليها لكن أشخاص ممكن يعودون إلى حالة طبيعية ولكن ليست طبيعية 100% يفقدون بعض الأشياء فإما الميناجي تيديس يعني إذا أصاب يعني الجهاز العصبي أو يصيب الجهاز يعني لوكوموشن يعني هذا الجهاز الحركة لهو الساقين الرجلي هذا انتفاخ يظهر في ليبيت يظهر انتفاخات كبيرة على هذا على هذا الأعضاء إما انتفاخ النصف السفلي من الجسم أو يعني التهاب السحية هذا الميناجي تيديس مع الأسف الشديد لذا يعني لما يصيب الجهاز العصبي فهو خطير جدا لأن كوموشن الشخص يغمى عليه هذا ساندروم يعني إلى حد الآن ليس هناك حل وكل هذه الدول المتقدمة التي هي لفها بحث علمي مع الأسف هذا المرض لم يكن يوجد في هذه البلدان ولذلك كان حتى البحط في الميدان الطبي على مستوى عليه والأبحاث الآن في الميدان الطبي لا تجرى في كليات الطبي تجرى في كليات العلوم في هذه البلدان يعني science الأبحاث هي علمية محظى يعني لأن كليات الطبي يعني الآن ليس لديها حتى وقت فالا ولكن هي الأبحاث تجرى ما بين مراكز البحث بمشاركة كليات الطيب الأساتذة اللي باحثين في كليات الطيب فهذه الأبحاث لازالت متحشمة فيما يخص الأمراض المناعية الذاتية لازالت متحشمة ومتأخرة شيئاً ما لأن الحلول الآن لا الملتيبل سكليروزيس ولا المرض بهجة ولا الليبيوس هذا الدئب الحمامي ولا حتى البسوريازيس الصدفية ولا هذه الأشياء دايابيت وهذه كلها أمراض مناعية كثيرة هذه أمراض مناعية كلها الآن الحل الوحيد هو إما كورتيكويدات عليين كورتيكويدات غير ستيرويدية في حالة بهجة مثلاً يعني كل شيء سي حاجاتك يأخذها فلا زالت تتعامل مع هذه الأشياء بكورتيكويدات لأن الكورتيكويد هو مزيل للألم يعني من خصائص الكورتيكويد هو مزيل للألم يعطي حيوية الجسم والبوستين وهذه الأمراض كلها أمراض الألم يعني مرض بهجة هو مشكلة الألم مشكلة تخطر الدام إلى آخره فهذا المرض بهجة ليس هناك شيء فيما يخص العلاج ويكذب أحد يقول أنني وجدت عشبة أو حاجة وهذا يجب أن لا ينتظر الناس هذه الحلوة إلا يعني سيتعطل حالتهم ربما تستاء شيئاً ما لماذا؟ لأن مرض بهجة ربما يصيب كما قلت هذه الأشياء وربما يكون أخطر من هذا لأن تخطر الدام ليس بالأمر البسيط فيجب أن يحضر الناس هذه الأشياء فالأشياء التي مارسناها نحن بحكم استقراءات وبحكم ما لاحظناها في المجتمع هو شيء قوي جداً يعني أقوى من البحث العلمي نفسه هو أن هذه الأمراض اللي فيها الانفلاميشن اللي فيها الالتهابات جميع الأمراض المناعية وجميع الأمراض اللي فيها الالتهابات فطريقتنا في النصائح ليست في العلاج نحن لا نعطي شيئاً ولا نعالج ولا نكذب على الناس لكن نصائح يجب أن يستعملها الناس بأمان فهي آمنة لأنها ليس فيها عشبة سامة ليس فيها أشياء هي فيها نظام غداء وفي نمط عيش يجب أن يتغير كي يرى الشخص هل سيحس بصحة جيدة وأنها 90% من الأشخاص الذين عندهم مرض بهجة لتبعوا هذه النصائح كان عندهم صحة جيدة كانوا تحسن بـ 90% أو أكثر لماذا؟ لأن الأشياء التي تزيل لالتهابات هي المضادات للأكسدة بما في ذلك الفيطامينات المضادات للأكسدة لأن المضادات للأكسدة هي الفلافونويدات وهي البوليفينولات هي الكلوروفيل وهي كذلك الفيتامينات الفيتامين A والفيطامين E والفيطامين C هذا الفيتامين C كذلك الفيتامين K الفيتامين K هو كي يخطر الدم الفيتامين يدخل في تخطر الدم بعض الأطباء يخشون على هذا الناس من تخطر الدم فينصحونهم بأن لا يستهلكوا الأشياء الخضراء الخضراء إلى خلال فيتامين لا بعكس تماما الفيتامينات الفيتامين K يتدخل لما يكون جرح أو شيء هكذا لذلك حتى النساء قبل الولادة ينصحونهم بأن لا يستهلكوا الفيتامين K لأنه قد يكون عنده مشكل في هذا هو بالعكس الفيتامينات ليس لها يعني آثار جانبي إلا لما يكون تأخذ بكمية زائدة الأفردوز لما تأخذ بكمية زائدة تبقى لها عندها أعراض خطيرة من جملة السرطانات لأن يعني الزيادة في الفيتامينات هو شيء خطير جدا كل الفيتامينات مع هذا الفيتامين السي يعني كمية كبيرة من الفيتامين السي ميغا يعني لا تحديث أي شيء في الجسم ولكن الفيتامينات الأخرى كل شيء الأفردوز هذه كل شيء المكمية الزائدة كلها تسبب أخطاء يعني على الجسم وكأن الفيتامينات لا يحتاجها الجسم إلا بقدر نائل مثل السيان وكوبالامين الفيتامين بأ 12 مثلا وحتى الفيتامين بأكله إلا حمد الفوليك حمد الفوليك يحتاج الجسم شيئا ما ويحتاجه يوميا كذلك الفيتامينات الأخرى مثل الفيتامين دي الفيتامين دي يخزينها الجسم ويصنعها الفيتامين بأ 2 ريبوفلافين بكتيريا الصديقة يعني تمتل شيئا ما يعني تمثل شيئاً ما بفي الجسم فهذه المضادات للأكسادة يجب أن يستهلك الناس كل الأشياء المحملة بالمضادات للأكسادة هنا سنعود إلى النظام المتكامل النظام المتكامل هو نظام محمد فيد يعني باش نكونوا واضحين يعني أي معلومة الآن الناس يبدو يتكلموا ولا يريدون أن يذكروا حتى اسم صحيح النظام المتكامل هو النظام من جاز دكتور محمد فيد هذا سيون شرفي كتيب صغير وهذا النظام المتكامل بالأنجليزية يسمى الإسلاميك دايت ولكن بالعربي يسميناه النظام المتكامل معنى هذا النظام المتكامل نظام لا ينقصه شيء لا نمنع لا الكازين ولا الجلوتين ولا هذا إلا يكون شيء مرتب معنى مرتب أن الأشياء الأساسية في الجسم يجب أن تكون في هذا النظام الأشياء الأساسية يجب أن تكون في هذا النظام الأشياء التانوية من الأحسن أن يتجنبها الناس وفي هذا النظام أن اللحوم ليست أساسية اللحوم ليست أساسية هي والألبان باش نكونوا واضحين فالأشخاص اللي عندهم مرض بهجة هم عندهم دام متخطير عندهم دام تخين عندهم مشكلة لماذا يلقع انتفاخات ولماذا يعني على مجتوى الساحلي أن الدام تخين لأن الدام تخين هذه المرض بهجة هذا السندروم هذا يدخين الدام واللحم يدخين الدام لأن فيه دسم وفيه بروتينات مرتفعة فالأشخاص الذين اتبعوا نظام نباتي في سمك عوض اللحوم أشخاص يحسون بصحة جيدة يعني الأعراض الجانبية والنعكاسات مرض بهجة لا يكون حتى الأنفلما يعني حتى الآلم التهابة تكشي لا يحسون بها لا على مستوى الأعضاء ولا على مستوى فالنظام النباتي المتكامل ويكون فيه الطازج يعني أشياء التي تأكل نيئة بدون طهي ويكون فيه الأشياء هذه المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسادة يعني سندكر منها بعد فإذا تجنب الناس جميع البرسيس الدفود جميع الأغذية التي تمر من الصناعة أغذية المعلبة المصنوعة المعقبة المحفظة إلى آخر نقانيق من أجبان بسكويتات مشروبات غازية بسائلات نتكلم عن مرض وليس الناس اللي بيصحة جيدة الناس اللي بيصحة جيدة لا نتكلم ولكن لما يكون مرض فنحن نمنع على الناس أشياء التي تضرهم مش نكونوا واضحين شيء واحد يبدأ يقولك آه فايد ما خللنا يعني منع على عين كل شيء أنا لم أمنع شيء أنا المرضى لعند مرض معين نمنع عنهم الأشياء التي تضرهم فقط بطريقة علمية واضحة ودائما أقول نحن مستعدون لأي نقاش لأي مناظرة أو محاضرة أو دولية أو لمحلية نحن مستعدون لأن مسائل علمية تابتة ليس فيها يعني فالكمل لله كيف مكان الحال الكمل لله الإنسان خطأ فيمنع المواد الحيوانية من ألبان والوحوم بما في ذلك الدواجين وحتى البيض جمع المواد الحيوانية إلا السمك هذه الأشخاص لماذا؟ لأن سمك فيه الفيتامين D وفيه سيلينيوم وفيه تريبتوفان وفيه كذلك الفيتامين D إلا كانت الأوميغا 3 حمد الأوميغا 3 مع الفيتامين D مع الكالسيوم مع لأن الكالسيوم هو الذي يعمل على التقلصات العضلية يعني بدون كالسيوم العضلات لا تعمل والكالسيوم يدخل كذلك كعامل في الالتهابات يعني هو في نقص الالتهابات فهذا السمك عوض اللحم بمعنى أن النظام متكامل لا ينقصه بروتينات ولا أي شيء يتفضل علينا نظام ناقص ثم فيه نبات ونبات كله بفواكه جافة وفواكه طرية وخضر وخشاش الأرض وأوراق الخضراء والمسائلة زيت الزيتون عوض الزيوت الأخرى الزيوت الريفاينت الزيوت المكررة الزيوت الصناعية بجميع أنواعها بما في ذلك المارغارينات أنا لا أقول مهدرة عليها أن إذا هدريجت تصبح مارغارينات والزيوت السائلة الريفاينت والزيوت الصلبة التي تسمى المارغارينات ممنوعة على جميع الأمراض المناعية الداتية ليس بهجت فقط على الدئب الحمامي وبهجته بسوريازيس وعلى ملتيبل سكليروزيس وعلى بوليورترايتن الريماتوي وعلى كل شيء هذا ممنوع عليهم وحتى السكري فهذا المرض بهجة النظام النباتي الفيجتايري انضايت معه سمك ومعه الأشياء فيه أشياء نيئة الأشياء التي تستهلك نيئة وأن يعني السر في هذا النظام أن يجب أن يكون معه عاملا والأشخاص المصابين بمرض بهجة سيحسون بصحة جيدة إن شاء الله معه عاملا النظام النباتي فيه سمك فيه طبخ المنزل ممنوع الأكل في الأزيقة ممنوع 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 زويد الصناعي ممنوع اللحوم ممنوع المسائل الديل ألبان الأجبان إلى خير ثم في عامل حركة الأشخاص المصابين ببهجة يجب أن يتحركوا إما ريادة حتى في منازلهم ريادة حتى التعرق يعمل ريادة حتى يعرق حتى يتعرق الجسم أو يخرجوا للمشي فقط ليس للجري للمشي يتمشى فقط والمشي ليس المسافة هي المهمة إنما الوقت هو المهم أن يتمشى ساعة لمدة ساعة يتمشى لمدة ساعة وليس كيلو متر أو كيلو أو اثنين وثلاثة يتمشى لمدة ساعة يعني في اليوم ساعة في اليوم يكون أحسن ثم العامل الثالث الذي ينقص من بهجة بك أكثر من أربعين في المئة هو الصيام أو الجوع الأشخاص الذين لا يقدرون على الصيام فيجب أن يجوعوا ويشربوا ماء لأن إذا لم يكون صائم فممكن أن يشرب ماء كي على الأقل يستفيد من الماء يجب أن يجوعوا أو يصوموا بشرط إذا جاعوا فيجب أن لا يأكلوا في المساء وإذا صاموا فيجب أن لا يأكلوا في المساء هذا هو الصيام الصحيح أنك تصوم ثم لا تأكل في الليل أعيدها مرتين الذي يريد أن يستفيد من الصيام أنه إذا صام يجب أن لا يأكل في الليل أن يفطر في المساء أن يفطر بتمر بماء بسلطات بشربة خضار أشياء هكذا حتى الحريرة بدون لحم هذه اللي نسميها في المغرب حريرة هي شربة بالحمص والعداسة أي شيء ما ليس مشكلة ولكن لا أكل في الليل أن يفطر ويتوقف ثم في الليل يشرب ماء يشرب شاي يشرب أي شيء يعني هذه مشربة ساخنة أو باردة ليس هناك مشكلة يشرب لا ثم هذه طريقة ستساعد هي بسيطة جدا لدرجة أن ربما كثير لن يصدقها سيقول بأنها ثم سيبقون مع استعملت القصد واستعملت اللوبان واستعملت المكملات واستعملت هذه وهذه هذه أمراض مناعية يعني يكذب عليكم شخص إذا قال هناك عشبة تعالج الأمراض مناعية تساعد ربما نعم إذا بقيت على نظامك الغذاء لن يعالجك شيء وأتحدى شخص أنه لازال يستهلك المواد المصنعة أو لازال على نظرة عيشه الفاستفود الجنكفود ويقول أنه تناول عشبة وأصبح بسيطة هذا يكذب على نفسه وعلى الناس لأنه لا يمكن لأن هذه هذه الأمراض جاءت من هذه الأشياء فإذا كانت أسباب الأمراض حاضرة فلا يكذب علينا شخص ويقول بأنه تناول عشبة وأصبح أو يقول أنني عالجت الناس ذبائع الأعشاب يقولون دائما هذه الأشياء هذه فيجب أن يكون هذه الأشياء وحتى بعيد الأعشاب الآن أصبحوا يعطونا بعض الأنظمة الغذائية أصبحوا وينصحون بضايات بالأشياء هذه أشياء غريبة جدا غريبة والله غريبة البيع الشراء حلال أن يبيعوا المنتوجات أو يبيعوا الأعشاب ولكن أن يبيعوا المنتوجات بزعم ما فتم يصبح كذب ويصبح غش ويصبح تدليس فيجب أن يتقي الله في هذه الأشياء أشياء الغانية بالمضادة الأكثر التي ممكن أن تساعد هذه الناس خصوص الأشياء المغاربة ومشياء المغاربة عليهم كل الناس الذين يعيشون في الدول التي لديها هذه المنتوجات لأننا في بلداننا هذه المنتوجات هذه لازالت نقطة استيفان الناس يشترون البروبوليس في المغرب عجيب يعني ما أنا في علمية هذه البروبوليس هذه من أين أتت ويعني البروبوليس ليست سهلة ولكن هذه الدول الأهروبية والدول الأمريكية الدول الأمريكية فيها نوع جيد من هذه البروبوليس من بريزيل هذه البروبوليس في الدول الأمريكية البروبوليس يستعملوه جميع الناس اللي عندهم أمراض مناعية الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية يستعملوا الـ Green Propolis على الشيء أنه عندهم مضادة للتأكسد قوة المضادة للتأكسد 500 ضعف كتر من الأعشاب ثم الرواية الجلي هذو الأشخاص اللي يعيشون في هذه الدول عندهم كذلك هذه مضمونة لماذا تتكلم عن هذه الدول؟ لأن هذه تبيع منتوجات مضمونة منتوجات مضمونة عليها اسم الصانع واسم البائع والشركة ويتحمل مسؤوليته أما أن نشتري هكذا شيء هكذا من الشريع أو من عند شخص فهذا شيء لمضمون ولا أنصحوا به ووصي الناس بأن لا يتصرفوا هذا التصرف فالدول الأوروبية والدول الأمريكية أو الأشخاص اللي عندهم أفراد من عائلتهم يعيشون في هذه الدول ممكن أن يبعثوا لهم هذه المنتوجات يعني هذه بروبوليس على شكل كابسولات أو على شكل بودرة يعني قنينة صغيرة فيها بودرة أو الرواية الجليم الأحسن يأخذوا هذه الأشياء التي تشرب إبارة تشرب أحسن من طيبليتس أحسن من الأقراص الأقراص الروية الجليم صغيرة جدا ولا تنفع كثيرة يعني هذه ثم أشياء أخرى ممكن أن تنفع أشخاص اللي عندهم هاد مرض بهجة لأشياء كما قلت لي عندها المضادة الأكسادالي منها الكلوروفيل منها السيليمارين من أشياء القليطاتيون من أشياء اللي تكلمنا عليها يعني عليهم يعني الناس يدخلوا الفيت تيفي فيديو كل هذا ينقروا على فيديو ممكن يعني يجدون لأن لا زالوا ناس يسألون عن أشياء تكلمنا عنها لمدة سنة الآن تكلمنا عنها يسألون عنها فهذا يعني على أنهم إما لا يعرفون كيف يدخلوا للقناة كيف يبحثون عن الفيديوهات أو ربما يكتبوا اسم دكتور محمد فيد في الجوجل يطلع لهم شيء قديم وفيه يعني عنوين كاذبة وصور دكتور فيد فلا أنصح بالبحث عبر الجوجل ولكن الفيت تيفي أن يدخلوا فيد تيفي في الجوجل وليدخلوا فيد تيفي على اليوتيوب أي بنك معلومات أو أي هذا محرك بحث أن يدخلوا فيد تيفي وليس الدكتور فيد لأنه ربما يطلعوا لهم أشياء قديمة وفيه أوديو وفيها صور دكتور فيد وفيها عنوين كاذبة كيف تعالج بهجات وعلاج بهجات كما لم تسمعوا من قبل ومعجزة وسر وعناوين هكذا يعني تجلب الناس هي عنوين كاذبة ويجب أن يتوقف أصحابها لأنها علي ممكن أن نبيع في السلع ولكن أن نبيعه نشتري في الوهم وفي الكذب فهذا يعني شيء خطير في مجتمعتنا نكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أليس 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 خطير في ذلك؟ فترة أن لا تعقلها وفيه الرجال وضل